عاصي الحلاني بيعيش مشاعر مختلطة بالفرح والحزن في نفس الوقت لأنه بيودع بنته وصديقته ماريتا اللي هي أقرب أولاده لقلبه مشاعر عاصي الحلاني ققب خلته ينسى الفنان ومقدرش يحبس دموعه في حفل الحناء بتاعها قبل ما تنتقل بيت زوجها وتعيش حياة جديدة تعال أقول لكم إزاي عاصي ودع بنته وإيه رد فعلها تابعونا للنهاية ماريتا الحلاني اتولدت في 1 فبراير سنة 1997 في العاصمة اللبنانية بيروت ورست الجمال من والدتها كوليت بوليس ملكة جمال لبنان سنة 1989 ماريتا عندها شقيقة اسمها دانا والوليد وحبت الفن والموسيقى من والدها علشان كده احترفت الغنى لما انتهت من تعلمها وكمان بقت مؤلفة موسيقى وكاتبة أغاني عاصي الحلاني معود ماريتا على الحرية وعمره ما بيفرض عليها رأيه وبالرغم من انه كان رافض في البداية لفكرة احتراف الغناء بسبب صعوبة المجال الا انه سمح لها تغني في المهرجانات والحفلات الكبيرة وفي سنة 2015 شاركت ماريتا والدها عاصي الحلاني الغناء في فرح كبير جدا في لبنان وكان عمرها يدوب 18 سنة ووقتها عاصي كان في قمة ساعته ونشر لقطات من الفرح على حسابه على انستجرام وقال فرح ليلة البارحة في بيروت ومعقول تكون ماريتا حاببتي وما تغني معي على المسرح هيدا احلى شعور وبدأت من بعدها ماريتا مشوارها الفني وشاركت في غناء بعض تترات المسلسلات وبدأت الجماهير تتكلم عن موهبتها الكبيرة وجمال صوتها لورسته من والدها كمان شاركت ماريتا في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ وغنت اغنية بشرة خير واتفعلت مع الجمهور وقالت مبسوطة اني هشارك في منتدى شباب العالم ومتحمسة اشوفكم وبدأت تغني بعد كده اغاني منفردة زي يلا نفرح شو بدك خيف انام اتلاقينا نسيني وجو وكلها نجحت جدا مع الجماهير بعد نجحة في الاغاني بدأت تخوض تجربة التمثيل وفعلا شاركت في مسلسل حكايتي ومسلسل نزيف ومسلسل عشرين عشرين وفيكسر وبردو نجحت واثبتت انها موهوبة وفي سنة الفين اتعرفت ماريتا على شاب لبناني اسمه كميل ابي خليل في باريس وقدرت تخطف قلبه من اول نظرة وهي كمان اتشدت له بسبب وسمته وشيكته وعرض عليها كميل الزواج ووفقت ونشرت صور الخطوبة على انستجرام وقالت انا قلت نعم لحب حياتي وخطيب ماريتا بدأ حياته المهنية سنة الفين وتمانية مع شركة روتانا للانتاج الموسيقي وبعدها اتنقل لفريق انغامي واتدرك في وظيفته وحاليا هو مدير الانتاج في مجموعة انغامي وعيش في فرنسا وديانتو الاسلام وبعد سنة قررت ماريتا تحتفل بزفافها بطريقة مش تقليدية ورفضت تحدد معاد محدد لحفل زفافها واحتفلت بعدها بحفل حناءها او حفل توديع العزوبية زي ما بيقولوا في لبنان وكان حفل مبهر وعزمت فيه كل الاهل والاقارب وكان فيه اغاني والدها الفنان عاصي الحلاني اللي كان سعيده ومبسوط ورأس معاها وحضنها حضن طويل وتبدلت ملمحه وغلبته دموعه وهي دموع الفرح ببنته واول فرحته قبل ايام من خروجها لبيت زوجها اللي في الغالب هيبقى في فرنسا وظهرت ماريتا بفستان وردي وكانت زي اميرات ديزني وارتدت كمان تاج من الورود ومجموعة من المجوهرات متكونة من عقد ومجموعة من الخواتم كمان شعرها كان انسيابي ومكياجها رأيي ومناسب لإطلالتها ورسمة عيونها جزدابة كمان رأست ماريتا مع خطبها كميل ابي خليل وبعدها غنت مع والدتها كولت الحلاني وشقيقتها دانا وبعدها جيدور شقيقها الوليد اللي كان سعيد بماريتا ورأسه سوا وبعدها شالها عاصي والوليد وكانت لقطة عفوية وكل الموجودين اتكلموا عنها بنتمنى كل التوفيق للفنانة ماريتا الحلاني في حياتها الزوجية